ونرجع إلى حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم له موقف عجيب قبيل فتح مكة لما تعرفون في قصة فتح مكة سبب الفتح أن بني بكر حلفاء قريش قتلوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة فجاءت خزاعة تشتكي لنبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن ينصرهم ويقاتل بن بكر وقريش وجاءت قريش بوفد على رأسه أبو سفيان ليعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا ما فعلنا ولا خلنا العهد كاذبا فدخل على ابنته ابنته أم حبيبة تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يريدها أن تتوسط في الأمر فرفضت ثم أتى إلى أبي بكر أراده أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر فقال ما أنا بفاعل ثم جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكلمه قال اشفع لنا توسط بيننا وبين محمد حتى لا يقاتلنا فقال عمر قولة عجيبة نرى فيها شدته وعزمه وغلظته على الكفار يرد على أبي سفيان يقول أنا أشفع لكم إلى رسول الله والله لو لم أجد إلا الذر لو ما في عندي أحد يقاتلكم إلا النمل الذر النمل لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به شوفوا غلظته على الكفار ويوم فتح مكة في ليلة فتح مكة تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم خيم خارج مكة وخبر ما وصل إلى قريش فوجئت قريش في تلك الليلة خرج أبو سفيان يستطلع الخبر ففي هذه الفترة خرج العباس لعله يأخذ الأمان أو يخبر أحد من قريش حتى يأخذ الأمان لقريش لأنه إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة مذل لقريش أبد الدهر فالتقى أبو سفيان مع العباس رضي الله عنه فقال لويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله في الناس وصباح قريش والله لو أصبح الصبح وهجموا عليكم تنتهي قريش قال فما الحيل في ذاك أبي وأمي قال والله لئن ظفر بك يعني ابع صلى أمسكك أسير بدون أمان ليضربن عنقك يعني تقتل فاركب معي على البغلة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها عمه العباس رضي الله عنه حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك يقول فركب خلف العباس وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل ما شافوا عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا له كان رئيس الحرس في تلك الليلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانتبه أن في واحد قاعد يدخل بدون أحد ما يوقفه فقال من هذا قالوا عم رسول الله على بغلة رسول الله فقام حريص دقيق فلما رأى أبا سفيان قال أبو سفيان أدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد مسكناك ما عندك أمان بدون عقود ولا عهود لك ما يستطيع يقتل إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع نحو النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ منه الإذن بقتل أبي سفيان العباس شعر بالأمر قال إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الإذن فعلا يرجع يقتله فبدأ أبو سفيان والعباس يسرعان بالبغلة نحو النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ السباق للنجاة برأس أبي سفيان يقول العباس فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيئة عمر ما كان سريع والدابة أيضا ما كانت سريعة فاقتحمت عن البغلة يقول نزلت نزول سريع عن البغلة ودقلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقلت يا رسول الله هذا أبو سفيان فاخذ له الأمان فقال عمر فورا يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد دعني أضرب عنقه فقال العباس يا رسول الله قد أجرته أنا تحت حماية أبو سفيان فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل حماية العباس وإلا كان سيقتل بهذا الموقف من عمر في شدته على الكفار رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور فقال للعباس يريد أن يوضح موقفه مهلا يا عباس والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم يعني إسلامك كان عزيز عليه أكثر مما لو أسلم أبي حيث عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم هكذا كان عمر في حبه وحرصه على رضا المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك من موافقات القرآن ما نزل في موافقته في ترك الصلاة على المنافقين لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر فلما وقف يريد الصلاة وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا القائل يوم كذا وكذا بدأت أعدد أيام الخبيثة وكلامه لما قال سم من كلبك يا أكلك لا يخرجن الأعز من هالأذال الكلام اللي كان يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلها وراء هذا الخبيث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي الله سبحانه وتعالى قال لي استغفر له أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال لو أعلم أني زت على السبعين غفر له لزت كل الأذى اللي اتلقاه من هذا الخبيث ومع ذلك مستعد أن يستغفر له أكثر من سبعين فبدأت أجر النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله لا تصلي عليه خبيث ونبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتعد عني يقول وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى معه في جنازته وقام على قبره حتى فرغ منه يقول عمر فتحجبت لي ولجرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم من وين ياتني هالجرأة أني حتى أجرني بسعه سلم جرأ أقول لا تصلي عليه يقول فوالله ما كان إلا يسيرا ما مضى وقت بسيط حتى نزلت الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فدأ الأمر الصريح وجاءت موافقات أخرى ونزلت كذلك في أمر الاستئذان ما أمر الاستئذان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مولاما من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه أرسل واحد شاب من الأنصار طفل لينادي عمر بن الخطاب في وقت الظهر فدخل عليه وكان نائما وقد انكشف بعض جسده نائم وجزء من جسده مكشوف فقال اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا يعني الواحد هو نائم ما يحس بنفسه وقد ينكشف وهؤلاء يدخلون عليه من غير إذن والواحد يستحي فيا رب اجعل هذا أمرا حراما وفي رواية أخرى قال يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال نومنا يعني في حال الاستئذان ما الحكم فنزل قول الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ثلاث حالات لازم الخدم ولازم الأطفال يتعلموا الاستئذان باقي الأوقات أمر طبيعي أن الناس تكونوا مع بعضها من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث أوقات ينكشف فيها الإنسان ويكون خالي بنفسه من حق أن يتكشف ولا أحد يدخل عليه إلا بإذن إذن كل الفترة من أن يؤذن العشاء إلى أن يؤذن الفجر اللي هو وقت النوم يعني المقصود ليس هنا يعني تفهم الآيات أنه إذا جاء وقت النوم والإنسان دخل غرفتها لا ينام ما أحد يدخل عليه من غير إذن نعلم الأولهاد والربيهم ما يفتح الباب يدخل من غير إذن لازم يضرب الباب ويستأذن قبل ما يدخل والفترة الأخرى هي فترة الظهيرة وقت النوم إذا الإنسان نام أو يغلق عليه الباب أيضا ما أحد يدخل عليه من غير إذن فنزلت هذه الآيات الكريمات وهذا الأدب والخلق العظيم موافقة لعمر رضي الله عنه وجاءت آيات أخرى في موافقته من ذلك ما رواه الإمام العظيم والنجم الكبير الذي سنخصص له حلقات طويلة خاصة به لمكانته وشأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يروي أن عمر رضي الله عنه انطلق إلى اليهود فقال ذاهب يبي ناقش اليهود من حماسة فقال إني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون وصف محمد في كتابكم فواحد منهم كان صادق قال نعم قال فما يمنعكم من اتباعه مدام تجدون وصف عندكم في التوراة لماذا لا تتبعون محمدان فقالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا كان له من الملائكة كفيل يعني في واعب الملائكة هو اللي يكفله وإن جبريل هو الذي يكفل محمدا وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملائكة وصاحبنا من الملائكة ميكائيل هو سلمنا فلو كان الذي يأتيه ميكائيل اتبعناه شوفوا الرد العجيب والخبث العظيم من اليهود فحمر لما سمع الكلام السفيه قال إني أشهد أنه ما كان ميكائيل ليعادي سلم جبريل ما معقول أن الذي يسالمه جبريل يعاديه ميكائيل وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل يعني كون أن جبريل صاحبة مستحيل جبريل يصاحب شخص هو عدو لميكائيل وإذا كان ميكائيل صاحبكم لا بد أن محمد يكون صاحبكم مينما هم يتحدثون وإذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يمر من بعيد فقالوا هذا صاحبك يا ابن الخطاب فأمر الخطاب فورا ذهب إليه وإذ آيات نزلت عليه وسلم في ذلك الموضع قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ومن موافقات عمر رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آيات نزلت عليه الآن أول مرة تقرأ فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني في الرحم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فقال عمر تبارك الله أحسن الخالقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتبارك الله أحسن الخالقين يكمل الآية نطق بها عمر قبل أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من موافقاته رضي الله عنه وأرضاه ومن موافقاته ومن موافقاته كذلك موافقة عظيمة في أمر عظيم في أمر الأذان الذي يتردد بين أرجاء المسلمين خمس مرات في كل يوم يروي بن أمر قال كان المسلمون حين قدموا إلى المدينة يجتمعون ويتحينون للصلاة ما يدرون متى وقت الصلاة يقدرون ويأتون وقت الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك بدأوا يتشاورون يعني نريد علامة عتى نعرف وقت الصلاة فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا يعني بوق مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة وفي رواية أخرى توضح الأمر أكثر أن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعني تشاوروا اتفقوا ما في علامة أخرى إلا الناقوس قالوا اتفقوا على الناقوس لكن ما كان عندهم ناقوس فكانوا يبحثون عن ناقوس يقول وأنا نائم طاف بي طائف رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبدالله أتبيع الناقوس قال ما تصنع به قال ندعو به إلى الصلاة هذا كل في المنام قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بدأ يعلم الأذان يقول فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤية التي رأيتها فنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤية حق إن شاء الله قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت قل له وخل له هو اللي يؤذن بها فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك وهذه فيها سنة أن الذي يؤذن بالأذان يجب أن يكون صوتا جميل يعني حتى هذا عبدالله بن زيد أعلم بالأمر لكن لأن بلال صوتا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلم بلال خل له اللي يؤذن فإحرصوا رحمكم الله على أن الذي يؤذن يكون من أصوات من أصحاب الأصوات الجميلة ويعني يزين صوته بالأذان فإنه عبادة عظيمة يقول عبدالله بن زيد فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به فسمع ذلك عمر بن خطاوه في بيته فخرج يجر لداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت هذا في المنام يعني رأيت نفس الكلام هذا في المنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد